عندما نشوف للأشياء من باب فلسفة التاريخ من باب الميطة الفيزيقية يعني ما هو وراء المظاهر نلاحظوا أنه البشرية نقولوا منذ 6.000 سنة ونبدأت تنشأ الحضارة القادمة المصرية السومرية كل الحضارات قبل الصينية قبل التاريخ قبل الميلاد نشوف عندنا ذلك 6.000 سنة والبشرية تحاول في حالات خاصة خطرة عند الشعب الفلاني خطرة الشعب الفلاني وحد أخر خطرة القارة هذه كل ما يظهر كل محاولات الإنسان للبحث عن الحقيقة لتحقيق الأمن الحياة الصحة يعني الاحتياجات الإنسانية الإنسان داخل في السيراء مع الطبيعة مع التاريخ مع نفسه بعضهم بعض البشر وهما يبحثوا على يعني يوصلوا يبلغوا واحد الغاية اسميوها الحضارة اسميوها النوم اسميوها التقدم اسميوها القوة العظمة المهم تشوف باللي وكل مدارة البشرية في 6.000 يقدر اليوم في سنة 2024 إلى 2025 يفنى يزول يتحطم بسبب مشكلة صغيرة خلاص اسميها قضية أوكرانيا ولا قضية طايوان ولا قضية الشرق الأوسط ولا قضية شمال إفريقيا الأسباب اللي هدرت عليها ديجا في تسجيل آخر قلت بالاحتمالات الربعة باش تندلع حرب عالمية ورانا نشوفه تحت عينينا إذا وقعت وقعت شي هذاك لأنه الإنسان هذاك اللي عنده استلف سنة هو يمشي في التاريخ ويكدح كل خطرة شعب بيض كحل صفر حمر كل خطرة كل خطرة القوم الفولاني هذا خطرة مسيحي مسلم يهودي بودي هندوسي مهما كان كل خطرة كانوا حضرات تتعلع على الجامعة كل واحد عنده دور كل واحد عنده وقته كل واحد يحظه في التاريخ بس حكي شوفوا لها شاشة مع فعاله الإنسان في 6,000 سنة يقدر يتحطم بوسائل اللي يخلق هالإنسان ماشي من كاش ظاهرة طبيعية تجي يعني كما دوك المشاكل كما في قصدنا النوح هذوك تدخلات إلهية حسب يعني واش تروي الكتب يعني المقدسة لكن احنا اليوم الإنسان بيدو بالشي اللي صنعو هو بالعلم يقدر يقضي على نفسه في زوج ضربات يعني زوج لتلاتة ولاربع صواريخ وخلاص البشرية تحبس وندخلو في نيبوك ديكستانكسيون النوفل اكستانكسيون دولا في سيولا بلانت تقدر كل أشكال الحياة للبشر الحيوانات يعني كل شي كل شي يعني طبيعة طبيعة بكل بكوانتها إذن هذا علاش علاش كي جي تشوف هذا علاش منين جاتها ديها الشرعة الإنسان علاش الحروب عمرها بتوقفت من اللي بدأ التاريخ من اللي بدأ يعني المجتمعات الأولى الجماعات من بالمجتمعات الحروب لأنه التصور اللي حامله كل إنسان ولا كل المجموعة ولا كل بلد ولا كل حضارة هذا كواللي يجعلها دير يعني حرب مع القوم ولا الجماعة ولا الشعوب الأخرى اللي ما تمنش بالتصور اللي حاملته يا مثلا واشن هو اللي يعني الهوية على الشعوب كي شوفوا دوك المجتمعات الشعوب اللي قادوا التاريخ اللي هي أو في الأصل اللي كيف في البداية كانت الديانة الديانة بتعددة الإسلام المسيحية اليهودية الهندوسية البودية هالديانة المتعددة هذا هو سبب يعني كل شوف الحروب اللي كانت اللي كلفت اللي تسببت في خسائر بشري الأكثر هي الحروب الدينية كثرة من الحرب العالمية اللولى والثانية والحروب الأخرى بين بين البلدان كي جي تشوف الشعوب تقاتلوا في بكري في كل الفية في كل الفية في كل وقت وحتى الضرك زي دخل فيها حتى يعني الظواهر للاخر هذه تعال الإرهاب مثلا الإرهاب الديني العنف بيسم الدين هذا يعني ظاهرة اللي حابت الفكرة اللي حاب نوصلها هي أنه لماذا تعدد الديانات أولا ثانيا طالما تبقى يبقى هذا التعدد يعني ديانات مضادها لبعضها بعض هو يقول لك حنادوك مثلا يقول لك نديره حوار بين الديانات ولازم يعني تعايش سلمي بس هي في حق في اللوبها كل الدين معادي للديانات الأخرى هل يعني نصوروا أنه هذه مسؤولية الإله كيف الإله يعني يقدر يعملها هو يأمر أنه تكون ديانات مختلفة وتضاربة وتقاتلة هذا إشكال كبير هذا مسكيل يعني يطلب الفكر يطلب فيه أنه العلماء النخبة العلماء مش بعدها العلماء الدين العلماء الدين والعلماء الآخرين في هذا بعض العلوم الإنسانية خاصة لكان ما نحلوش هذا المسكيل الإختلاف في تصور للوجود المسلم الإسلام هو تصور للوجود على حامل تصور للوجود فيه الدخل القيم فيه يعني التعاليم فيه كل أشياء المسيحية كيف كيف تصور للوجود اليهودية كيف لكن التصور هذا برتبط بمصلاح القوم مثلا لحامل الإسلام للقوم لحامل المسيحية ولا الهندوسية ولا اليهودية كل قوم هذك يعني التصور لأنه شغل وقعت شغل تأميم تأميم الناسيوناليزاسيون الناسيوناليزيون الناسيوناليزيون بسك بدا تباتلين مع اليهود اليهود هم خاص بهم خاص بهم مخلص إذن هذا في هذا التدخل حبيت تنشير لهذه القضية اللي راح نقص لها بسجلة أخرى لماذا تعدد الديانة والحل تعل البشر يكمل نهاري يكون توحيد تعلق الديانة نترقل هذا الموضوع براحل هكذا حلقة بعد حلقة